أكد وزير الزراع والاستصلاح الأراضي على فاروق أن الدولة قامت بجهود كبيرة في سبيل تهيئة مناخ الاستثمار سواء بالإصلاحات التشرعية وإصدار القوانين التي كانت ضرورية لطمأنة المستمرين وكذلك إقرار حزمة من الحوافزي الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وخلال لقائه مع المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة للسيحة والتنمية أعرض وزير الزراع على المستثمر السعودي الفرص المتحتة والواعدة في مجال الزراعة منها مشروعات الانتاج الحيواني والداجنية مشيرا إلى وجود أراضي جهزة لذلك تم تحديدها وتقسيسها في تسعي محافظات وكذلك مشروعات انتاج التقاوي والبزور من جانبي أكد الحكير أن مصر تعد سوقا واعدا للمستثمرين من كافة دول العالم نظرا لحجم السوق المصري والذي يتزايد سنويا واحتياجاته المتنامية للاستثمار ترجمة نانسي قنقر